السلام عليكم معكم دكتور سليم حمود إريطام بما أننا في فصل الشتاء والفصل ده بيحصل فيه احتقام في الأنف وجيوب الأنفية وبيحصل فيه قحة وبيحصل فيه ألم في المفاصل والعضلات وبيبقى فيه نشر عام في الجسم والناس اللي بيستخدموا مرهم أبو فاس وبدأ بيقلل فعلاً ألم المفاصل وألم الظهر ويستدموكا استنشاق أنه يقلل التهابات الأنف وانسداد الأنف والتهابات الحلق والكحة طب يا دكتور بيبقى أن أبو فاس لو مش موجود مفيش حاجة فعالة مفيش حاجة قوية النهاردة عنتكلم على مرهم بخمسة جنيه ونص أيوة خمسة جنيه ونص عاي خلصك من كل المشاكل اللي بتتعلق بالتهابات الأنف وانسداد الأنف وكمان الكحة والتهابات المفاصل والمصاحبة لدور البرد معانا النهاردة فيكساسيد مرهم فيكساسيد مرهم هذا شكل عبوة زي ما حاتكم شايفين وهو من بره وده شكل أنبوبة المرهم من جوه فيكساسيد مرهم المرهم ده الميزة اللي فيه إنه المرهم ده آمن تماماً كله مكونات أعشاب طبيعية فيه خلاصة اليوكاليبتاس وفيه كمان المنتول وفيه الكافور وفيه كمان الصيمول وفيه كمان الميصايل السلسلات فدي كلها مواد طبيعية جداً طيب هو استخدامه بيستخدم إزاي؟ أول حاجة هو بيستخدم من عمر 12 سنة في أكتر لا يستعمل الأطفال أقل من سنتين يستعمل فوق سنتين تحت إشراف طبي طيب استعماله إزاي؟ استعماله هو مرهم عادي عن الدهنه على أماكن على منطقة الصدر ومنطقة الظهر ومنطقة الحلقة دعا يهدي معي الألام كل الألام الألام المفاصل والعضاءات الألم الروماتزمية المصاحبة لدور البرد كمانا عتهدي الكحة وتهدي إحتقان الحل كمان ممكن أدهنوا دهن موضعي على الجبهة عشان يقلل الصدع المصاحب للبرد كمان ممكن أستخدمه استخدام تاني إن أنا نجيب ميا سخنة مش مغلية بيكون مياه دافية عادي خالص وناخد نحط مقدار معلقتين من الفيكسيد مرهم وندوبهم في المياه السخنة ونستنشق البخار ونستنشق البخار لمدة 10-15 سردية يعني حول من 10 دقايق لربع ساعة ده عيهدي الكحة وفي نفس الوقت عيهدي عيسلك الأنف ويهدي ويتخلص أو يخلصك من انسداد الأنف والتهابات الحلق والجيوب الأنفية الفيكسيد مرهم من المراهم المتميزة جدا ويهدي وفعالة جدا اللي مالوش أي أثار جانبية بس ياريت وانت بتستنشق ياريت تبعد وشك شوية عشان ما يتعرضش له هابو أو سخونية كمان ياريت اللبس يكون لبس واسع شوية ما يلبس لبس مكتومة عشان يدي فرصة أكتر لأبخرة إنها توصل للجسم ويقدر إنه تتغلغل في الجسم بسهولة ويمتصها الجسم بسهولة الفيكسيد مرهم يفضل عدم استعماله في الحمل والرضاعة إلا تحت إشراف طبي الفيكسيد مرهم غير كده هو آمن تماما في المالة المسائل سيسالية المادة دي بتقلل التهابات المفاصل وقلم المفاصل والعضلات والقلم الروماتيزمية كمان في مواد اليوكاليبتوس والمنطول والكافور كمان وفيه الصيمول فكل دي حاجات مكونات طبيعية بتهدي القحة وبتهدي كمان وبتساعد إنها تسلك الأنف بسهولة وبتساعد كمان إن شخص يتنفس بحرية ففيكسيد مرهم يبقى ممكن يستخدم مستخدمين يا إما كدهام موضعي هيقل الألام المفاصل ويهدي برضو على منطقة الصدر والضاهر والحل ويهدي الكحة يأما أدوبه في مية سخنة أو مية دافية مش مغلية أدوب معلقتين واستنشق الأبخرة وده عيهدي الكحة وعيسلك الأنف ويهدي احتقان الأنف في جوب الأنفية ففيكسيد مرهم علبة سعرها رخيص جدا عاملة خمسة جنيه ونص ومتوافرة في جميع الصدريات ومن حاجات المتميزة والفعالة جدا يا رب الفيديو يكون أعجبكم ويا رب تكون سفدتم سلام عليكم شكرا